بمشاركة عدد كبير من الأطفال والطلاب وأولياء الأمور أقيم أمس مهرجان طفولة الخامس في مركز عبدالعزيز حسين الثقافي المهرجان نظمه مركز ضوال يادة تطوعية بمشاركة عدد هيئة وجهة حكومية وخاصة وفيما تخلل الحفل عرض العديد من الفعاليات لتوعية أطفال المدارس وتدريبهم على خبرات حياتية متعددة قدم متخصصون محاضرات توعوية عن الإسعافات الأولية وعن دور رجال الأطفال وأيضا قدمت ورشا للأطفال عن الغذاء الصحي شون نعلم عيالنا أنهم يسامحون؟ أحسن طريقة أنهم يشوفون أننا نسامح شون رح نسامح إحنا؟ إذا عرفنا ليش نسامح الناس؟ وهذا اللي نعلم عيالنا يعني لازم الولد أو البنتي عرف ليش أنا الأحسن أني أسامح غيري تبي تاخذ حقك أخذه لكن فيه درجة أعلى أنك أنت تسامح أخذ حقك بدون ما تتجاوز أخذ حقك وتظل أخلاقك موجودة أخذ حقك من غير ما تغلط على الناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر